ده كم لقطة كده من فيلم حجر إيجابي مين مؤلف هذا الفيلم؟ طبعاً أعرفت البطل من هذا الفيلم بس مين مؤلف بقى هذا الفيلم؟ هو عمر محمد رياض أنا هنضملنا بعد قليل بعد ما نتكلم في البداية عن المصرح المصرح اللي حسب معلوماتي كان بوابة ضيف العزيز إلى عالم الفن ثم تقلق في مجموعة كبيرة من المسلسلات والأفلام والمصرحيات وفضل المصرح لما كان في قلبه عشان كده المصرح نداله وكان قرار وزيرة الثقافة لأنه يتولى رئاسة المهرجان القومي للمصرح في دورته رقم 16 والذي هنطلق يوم 29 يوليو لحد يوم 14 أغسطس ضيفي العزيز النجم الأستاذ محمد رياض براحب بيك معنا يا أستاذ محمد سهلا منورنا الله يخليك المصرح ندالك آه هو تقديمه بصراحة صح طب الحمد لله المصرح ده ندىها يعني المصرح أعتقد الفنان اللي يعني مشتغلش في المصرح خصوصا الممثل يعني لأن المصرح هو فن ممثل بالمقام الأول بيبقى نقصه كتير لأنه هي حالة خاصة يمكن احنا عندنا في الفيديو أو السينما أنت ما تشغلش بالترتيب بالدور يعني حسب الدكور اللي احنا بنعمله ممكن نعمل مشهد في الحلقات الأخيرة في أول أيام تصوير يعني لكن في المصرح لأ أنت حالة تصعودية بقى من أول ما تخش تطلع على خشبة المصرح لغاية نهاية المصرحية فدي حالة متضفقة وحالة متصلة فبتبع حلوة للفنان جدا أكيد لقاء حي طبعا بينك وبين الجمهور فدي حاجة ليها طعم مختلف آه ليها طعم مختلف آه بس لما المصرح استدعك المراضي استدعك في حتة تانية خالص رئيسا للمهرجان مظهور أول ما طلقت الخبر حسين بإيه؟ هاولك أنا يعني بإسماتك أنت خوفت بصراحة أنا يعني بصراحة يعني ساعدت جدا باختيار معالي الوزيرة دكتورة نيفينيكيلاني واتحملت مسؤولية مسؤولية طب أنا هعمل إيه؟ أنا كنت موجود في الدورات السابقة في الدورة السابقة ثلاث سنين آه عضو لجنة عليا فأنا في كواليس المهرجان يعني لأن اللجنة عليا بتحط السياسة العامة للمهرجان فأنا عارف يعني المهرجان بيمشي إزاي وبيوضار إزاي لكن السؤال أول سؤال يعني بضر إلى زهني طيب أنا هعمل إيه؟ الجديد اللي أنا هقدمه خصوصا إنه الناس حصل نوع من الحمد لله من الترحيب جدا من كل الناس يعني أكيد سواء المسرحيين أو غير المسرحيين يعني برئاسة المهرجان فحملني مسؤولية أكتر طيب إنت هتعمل إيه؟ وقلت عايز أعمل حاجات كتير مختلفة عايز أعمل وكان عندي أفكار كتير جدا وأحلام كتير جدا يعني لسه عندي أحلام كتير بس طبعا في حاجات بتخليك يعني أنا قلت إيه؟ هجيب السقف بتاع الأحلام كله عشان اللي أقدر أحضر عليه محر أحلام بـ 20 حلم إيه؟ لو عملنا 15 أو 10 وهم بكويس والباقي السنة اللي الجاية إن شاء الله لو كنت يعني موجود يعني إن شاء الله بإذن الله طيب إيه أكتر الأحلام اللي حلمت أنك تحققها وإن شاء الله في طريق أو يعني أحققت أكتر حلم حلمته ومش حلمته لأنه كنت حسه أنا المهرجان المصرح المصري كان عادة إحنا كنا منخطب بعضينا يعني كمصرحيين يعني أنا قلت إحنا عايزين نخطب الرجل الشارع مصر فيها مهرجان كبير خصوصا مهرجان المصرح مجال مصرح صعب جدا من أصعب المهرجانات يعني الفعليات بتاعته كتير قوي 14 يوم في عروض إحنا بيخش المسابقة 40 عرض على مستوى الجمهورية كله من أول محافظات مصر كلها بتخش في المسابقة بتاعت مهرجان المصرح ده كل القطعات 40 دول اللي تم الاستقرار على اختيارهم اللي تم اختيارهم من قد إيه بقى؟ لا أمكن 2000 عرض يا خبر مهنت انت كل بيت الفن المصرح اللي هو متمثل الدولة يعني مصرح الدولة في بيت الفن المصرح وأسول الثقافة والفنون الشعبية والمصرح الحر ومصرح الهواء والمصرح القطاع الخاص والمستقل والبنوك والشركات والجامعات الأهلية والنوادي والمجتمع المدني والمصرح الكنسي فانت بتعمل بانوراما لكل ما أنتج من مصرح خلال سنة حال فتجهيز بقى العروض دي كلها انت بتختار منهم السنة دي صفين على 37 عرض بتجهز بقى كل عرض لأن المصرح ليه تجهيز طبعا يعني انت لو بتعمل فيلم من سينما مثلا بتعرض فيلم من سينما انت خلاص بقى دلوقتي أونلاين كمان يعني ببقاش فلاشة يعني انت ممكن تعرضه أونلاين على طول فلا انت هنا بتجهز دي كرات واكسسوارات وملابس بس الفيلم بتشاف المنتج النهائي ليه المنتج النهائي المنتج النهائي ليه هو لازم يعد يعني اكينو هنتفرج على فيلم احنا هنخش بقى في تصوير الفيلم بالزرع فالمصرح يعني مختلف تماما عن الدراما والسينما هو صعب المصرح سهولته في صعوبته يعني احنا ما بدأنا نفكر نمثل لما كنا هوه وبنحب التمثيل اللي ممكن تشغل زيه تمارس هويتك فينا صعب طبعا احنا كنا نشغل في الفيديو او السينما او حتى مصرح المحترفين دي بتبقى مرحلة يعني صعبة جدا بالنسبة اللي احنا في البدايات فلان وزايف فلان وزايف فلان وكده اللي احنا بنشوفهم في السينما والتلفزيون لكن الحاجة السهلة بالنسبة لك اللي اكتقدر تمارس فيها هويتك اللي انت بتحبها هو المصرح في اي مكان بقى في المدرسة في لما تخش الجامعة في النادي في لو اشتغلت وتواصلت مثلا في شركة في بنك في مش عارف ايه في بيديك فرصة مصرح عشان كده سهولته في صعوبته كمان سهولته ان انت قدر تمارسه طيب يعني كان فيه قرار برضو بانه التكريمات كلها هتبقى للموجودين على قيد الحياة يا حقيقة وده جزء عظيم جدا لفكرة احنا عايزين ناس تنبسط وهي بتتكرم وهي عايشها معانا ولسه لسه قادرة تدي فده بعد طيب جدا بس البعض برضو شاف انه طبعا احنا قدنا رموز عظيمة جدا ممكن نتكرمها يمكن بس مش موجودين معانا على قيد الحياة انا هقولك هذه كانت وجهة نظر بصراحة من ثلاث سنين وبعدين اللجنة العليا وفقتني على الرأي ده انا بصراحة بيصعب علي جدا ان احنا نستنى الفنان لغاية ما يموت وبعدين نكرمه الفنان القيمة الحقيقية ليه ان هو يكرم في حياته احنا بنقوله شكرا على كل اللي انت قدمته لو بنكلم عن المسرح يعني في المسرح فده شيء مهم ان هو يحسه ويشوفه ويلمسه ويشوف الناس قد ايه بتشكره والناس قد ايه بتحتفي بيه خصوصا احنا عندنا في المسرح يعني احنا بنعمل بس مش مجرد تكريم وبنقدم درع وحاجات بنعمل له فيلم صغير ليه بنعمل له كتاب عنه عن مسيرته كلها بنعمل له ندوات ندوة مهمة جدا فالمسألة مش تكريم بس بيطلع المسرح لياخد درع لا احنا عندنا مسألة اكبر بكتير من كده فقلت لا احنا عايزين نكرم لسه الناس اللي موجودة بيننا عشان تحس بتكريمها وتكريم فدي كانت وجهة نظري ممكن يكيب حد عنده وجهة نظر اخرى وطبعا رموزنا العظام اللي رحلوا عننا قلت هتخصص لهم ندوات طبعا الحديث عنهم عندنا بعملنا ندوة للرحلين ندوة متخصصة نتكلم عنهم وعن اعمالهم وعن ايه اثروا زي وعن اسلوبهم وكده في ندوة متخصصة كويس جدا طيب وتم الاستقرار على المكرمين كلهم كلهم انا خلص المهرجان بدري يعني انا خلص تريبا كل شيء في الاول يعني قلت عشان ما نستعجلش يعني وعشان ما نتزنقش في الوقت اه يعني كل حاجة خلصت انا دلوقتي في اعداد بس الحفل افتتاح لكن المكرمين خلصوا طبعا اخترناهم من بدري وتعملهم كتب قرهدي خلاص في المطبع دلوقتي الندوات تتخلص الجدول بتا حتعمل وكل حاجة تعملت اللجنة التحكيم اخترناها من بدري جدا لجنة المشاهدة اللي هي بتشاهد العروض عشان تختارها كانت من بدري عندي فضول قول من الاسامة اللي كانت مطروحة اساس عبلا كامل اه طبعا وانكن تحدثت عندها بالفعل لكن ما حصلش الاساس عبلا اعتقد اعتقد يعني انا عرفها كويس برضو من خلال شغلي معها هي ما بتحبش الزهور وهي يعني قفل على نفسها طبعا كل المهرجانات حاول التكبر بسيب يعني بحكم شغلكم مع بعض الفترة كبيرة وكده ما كانش ليك دلال عليها يعني زي ما بيقولوا هي ما بتحبش الزهور يعني بمعرفة ليها ما بتحبش الزهور لكن هي يعني ترح اسمها في كل المهرجانات تقريب وفي الدورات اللي فاتت كمان كلها ومهرجان السينما وبتعتذر هيك بتعتذر طيب اعتقد من القرارات اللي ما كانش فيه اختلاف عليها اختيار اسم الزعيم بيكون يعني الدورة رقم 16 باسمه هل تم اختاره وتواصلت معاه مين اللي هي طب لا يعني حكيلي بقى الحوار اللي ظهر هنا اكيد اكيد انا مش اعمل الدورة باسم الاستاذ عادل من غير ما بارجع لل لا لا انا تواصلت مع محمد امام وهم رحابوا جدا جدا يعني خصوصا ان الاستاذ عادل هو المسرح بالنسبة له حقيقة يعني لما عادنا بقى نبحث ورح يالينا ليه مواقف عظيمة كمان في المسرح يعني ده المسرح بالنسبة له رغم ان هو اكبر نجم سينمائي واكبر نجم تلفزيوني واكبر نجم في الوقت العربي كله لكن المسرح هو كان بيته ف برضو من حلم الاحلام الكبيرة اللي انا احلمتها في الاول احنا عايزين تبقى اسم الدورة اهم نجم في الوطن العربي كله احنا كنا عايزين نعمل كمان نحتفل بالاستاذ عادل هو نوع من الاحتفالية احنا عاملين احتفالية كبيرة جدا عاملين حاجات كتير جدا لاحتفالية الاستاذ عادل يعني عاملين له فيلم يعني ليه بيعرض العرض اللي احنا بنتبتح به المهرجان في اجزاء كتير من الاستاذ اعمال الاستاذ عادل الاستاذ هاني شنودة وانا اسمعتك المسرح العظيم الكبير وعايز اشكره طبعا يعني من خلال برنامج حضرتك ان هو اللي اتصل وهو اللي قال لي انا عايز يعني اشارك في الاحتفالية بالاستاذ عادل امام انا عامل معظم اعماله صحيح فان شاء الله يعني هو هي يبقى ختم حفي افتتاح ان شاء الله هيعزف اعمال الاستاذ عادل ان شاء الله بالاركستر بتاعه كله اقولك على مأخذ من زعلش مني البوستر عظيم جدا بس البعد اقل الله طبع انتو ليه واخدين صورة استاذ عادل امام من عمل درامي مش من عمل المسرح تمام انا عدنا اللي قال كده انا بنا برضو مش هحط صورة كده يعني ده احنا عدنا نختار عشرين الف صورة بس لقيت ان الصورة دي فيها حياة وفيها عمق وفيها انا بكرم استاذ عادل امام مقدرش اجيب له مثلا صورة من المسرحية وحطها قال لأ مش عايزة اقتصر انا الاستاذ عادل في صورة العمل المسرحي لكن هو لو تبص للصورة فيها عمق كبير جدا فيها تاريخنا الفني فيها فيها مصر يعني يعني في حد كتب مر قال مصر فيها حاجة حلوة فيها عادل امام واحنا شوفنا كلنا لما سافرنا برا وبتاع وديه ناس يعني اي دول العربية تسافرها من الاسامة اللي بتسئل عليها اه طبعا استاذ عادل امام فيعني فلا احنا شوفنا ان الصورة هي معبرة جدا جدا يعني وعشان كده واقع الاختيار عليها بالظبط كويس جدا طيب كنت في اطار الكلام بتقول احنا عايزين المهرجان يصل لرجل الشارع رجل الشارع هيقدر بقى يتابع العروض ويتفرج عليها وكده تمام لان احنا تمام عادنا مع المسؤولين في المتحدة وهينقلوا المهرجان ان شاء الله الافتتاع وهيتابعوا معانا الفعليات مع استخدام السوشيال ميديا احنا همستخدمينه بشكل منهجي المراضي قوي اللجنة الاعلامية عندنا من خلال المهرجان برضو عاملين شغل ميديا بقى صحافة وفيديوهات وحاجات كده المهرجان ده بيرتادوا شباب لا تتخيلهم قد ايه احنا بيحصل السنة اللي فاتت مثلا حصل هجوم على المسرح من كتر الاعداد في حاجات تكسرت يا سيد السنة دي بقى طبعا عاملين حسابنا لده مكسرنا بالاول لا 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 هنلجي المسرح لا هننقل لانه بتوع الجامعة بالتحديد بيجو باعداد رريبة وبعدين بنتطر نعمل لهم عرض تاني في نفس اليوم بنقول للفرقة انتو في جمهور كبير جدا برا ما ما حصلش فرصة انه ما يخش عشان الاعداد خلاص خلاص فانتو عندوكوا السعداد بيبقوا مرحبين جدا انهم عايزين يشتغلوا تاني والناس تتفرج عليهم تاني هاي بيرتادوا كمية شباب لا تتخيل هاي فعملين حسابنا بقى في الدورة عملين بقى لحطين كمان يعني العروب بتاعة الجامعة بالتحديد حطينا في مسارح كبيرة اوي يعني عشان تستعب تاخد مثلا 700-800 كورسي هاي طيب الى جانب يعني الفعاليات الرئيسية اللي كانت موجودة في الدورات الماضية برضو علمت ان حراك اضفت على فعاليات هذه الدورة ورش معينة للتدريب او لندوات معينة خاصة باشياء ما احنا عملنا سنة دي الورش ابتدنا بدري جدا عشان الولاد يستفيدوا ورش ايه بقى بالظبط ورش ورش تمثيل وإلقاء وسينغرافيا وإخراج وإدارة مصرحية هاي ودي جديدة إدارة مصرحية لان احنا عايزين كفاءات الناس بتشوف العرض اللي على الخشبة المصرح اللي وراء خشبة المصرح ده فيه خليت نحل صح الناس في الناس الكوادر دي احنا عايزين نطلع الكوادر جديدة فجبنا اهم واحد موجود دلوقتي السلسة فتحجازي هو رجل له خبرة طويلة جدا جدا الشغل سواء في القطاع الخاص مع كل الفرق أو المصرح الدولة هيدي كورس للولاد ده وهناخدهم في الآخر بعد التصفيات بشكل مجمع بقى في الآخر خالص هنعملوا عرض هاي شكل عمل هاي فده بشكل كان جديد السنة دي ابتدينا بدري قوي كان عادة بنبتدي مع المهرجان مع افتتاح المهرجان نبتدينا قابلها بشهر تقريبا كويس بحيث وعندوقنا شغالة بالفعل وعندوقنا شغالة اه الشغالة اشتغلت قبل كتير بقبل ايه من اول الشهر قبل عشان تاخد وقتها عشان تاخد وقتها كويس عاملين السنة دي حاجة اسمها ماستر كلاس ودي بنجيب نجم كبير جدا في المسرح له تجربة مؤسرة ووضحة في المسرح فوقع اختارنا على استاذ خالد جلال لانه وليه تجربة عظيمة في المسرح صحيح مبدأ السنة دي جمعا عملنا مسابقة للتأليف المسرحي للعمل الاول ودي استغربنا جدا يعني انا كنت قلت ايه عايزين يا جماعة نعمل المسابقة نطلع كتاب جداد للمسرح ما تشافوش احنا في ناس كتير احنا من اول مصر كلها يعني ده عن طريق مصر كلها من عصوان لغاية مرسي مطروح وغاية سيوى كل مصر كله عن طريق الانلاين وكده جلنا 186 مسرحية ما شاء الله فطبعا انا مش رجل جدا جدا على اللجنة اللي هي بتختار المسرحيات دي بشكرهم قوي يعني لانهم بيضطروا بيضطروا يقروا 3-4 مصرحات في اليوم احنا فمسألة صعبة جدا صحة دي برضو من الحاجات الجديدة لانه عايزين ندخل كتاب جداد للمسرح المسرح محتاج كتابة لي الندوات عاملين ندوات لكل المكرمين عاملين ندوات متخصصة عاملين طبعا ندوات دائرة مستديرة للاستاذ عاد الإمام والكوميديا بشكل عام الكوميديا وتأثيرها ايه طيب بس على ذكر الكتاب طبعا بإذن الله المهرجان يعني في دورته الستاشر يكسر الدنيا وبعظيم وصل لرجل الشارع وتتحقق يعني كل الأحلام فيه بس على ذكر الكتاب بقى معنا كاتب شاب واضح كده انه بدأ الطريق بلمسة إبداعية تمام هذه اللمسة الإبداعية كانت كفيلة أن تقنع والده بان يقول له أنا عايزة أنا اللي أعمل الفيلم ايه نرحب نجلك اه يريد طيب فاصل سريع مشاهدينا الكرام ويسعدنا أن ينضم إلينا عمر محمد رياض بعد هذا الفاصل فارجوكم ابقوا معنا مهرجان هتقام فيه ثلاث مناطق في مدينة العالمين الجديدة منها منطقة النورس سكوير ومنطقة الأرينة العالمين وكمان طبعا الفعليات الشطائية على شواطئ مدينة العالمين وكمان ممشى السياحي لمدينة العالمين أنا دلوقتي معي أسرة مصرية رامي جت عشان تحضر فعليات مهرجان العالم عالمين برحب حضراتكم أهلا بيك أهلا وسهلا الحمد لله حضراتكم جاين من حبزتي بالهرم بجيزة جيزة أهلا بحضراتكم أهلا بحضراتكم أقوليه لبقى أنتو جاين عشان تحضروا مهرجان العالمين مهرجان العالمين إحنا لنا بنيك كل سنة أن يحضر مهرجان تامر حسني بصراحة منطقة روعة جدا يعني لا يعلى عليها منظر وجمال وما مشى وحلو جدا بصراحة هو بكرة طبعا حفل الفنان تامر حسني مشى نحرم نفسنا من أي حاج إن شاء الله بإذن الله يا رب دائما يفرحكم إيه رأي حضراتك في فكرة مهرجان العالمين وخاصة دي الدورة الأولى لمهرجان العالمين في مدينة العالمين الجديدة فكرة ممتازة جدا طبعا دي تشجيع للسياحة وعنوان لمصر طبعا قدام العالم كله وأعتقد أن بعد اللي أنا شفته في العالمين أنا بيجي كل سنة بس فيه تطور من سنة لسنة وأنا رحت دبي قبل كده فده طبعا الوضع يختلف كتير إحنا نعتبر في مدينة عالمية يعني تشرف مصر وتشرف كل حاجة إيه رأيك في شكل الأبراج بقى في مدينة العالمين ومممشى السياحي أنا شايف كمان عدد كبير جدا من الناس على الممشى السياحي لا لا ده أنا ما كنتش متخيل هذا الكم الهائل يعني وده ده إحنا بند صورة لعالم كله إن إحنا مهتمين بالعالمين وإن مدينة والسياحة في مصر إن شاء الله وربنا بإذن الله يكرم هذا البلد إن شاء الله أكتر حاجة حضرتك حريصة تحضريها في فعليات المهرجان مهرجان العالمين والحفلات بتاعت المهرجان العالمين يعني إحنا بن دايما إحنا عندين هنا شلي بس دايما بنحب دايما نيجي العالمين دايما يعني مش حتى كل سنة يعني كل ما موجودين في السيب بنحب نيجي على طول نشوف إيه الجديد إيه اللي حصل في المول في يعني حفلة بتاعت التامر ودامنا أهي واضحنا هي تبقى طحفة يعني حتى الصوت التستنج اللي بيعملوه فلاح حاجة حلوة قوي يعني بصراحة في حفلات كتير حفلة التامر حسن حفلة إليسا التامر غراغب علامة نانسى عجرم تحضروا أي حفلة يعني لسه بنشوف بس ممكن بحب إليسا بصراحة في يعني لسه بنشوف إن شاء الله تستمتوا بوقتكم شكرا جزيلا لحضراتكم مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدين الكرام ولسه مستمرين في حوارنا مع النجم أستاذ محمد رياض وانضم إلينا النجم الصاعد عمر محمد رياض مؤلف فيلم حجر إيجابي اللي حضراتكم شفته لألطات منه في بداية هذه الفقرة مرحب بيك يا أستاذ عمر ونهوارنا من دور حضرتك ومرسي جدا على المقدمة الجميلة دي بنخل الفيلم حجر إيجابي حجر إيجابي تسدق أنا كنت تعدي أول حاجة هسأله لك وليه حجر إيجابي حجر إيجابي من حجر الصحة عشان فتر الكروة هزبوط إيه الإيجابي بقى في الفترة دي عمر هي كانت فترة صعبة جدا وأنا منه أنا صغير يعني أنا بحب الكتابة جدا فكنت نفسكت بحاجة عن فكرة إن ليه دايما في الأوقات الصعبة بس البنق دم بيعرف قيمة حاجات مهمة في حياته فأنا عشت الكلام ده وحسيت إن أنا فترة واقف في حالي خالص مش عارف أعمل أي حاجة طبيعية بعملها وحسيت إن أنا تغيرت في حاجات كانت جزء منها حاجات كتيرة جدا إيجابية وبعد أما عملت برضو ريسترشز كتيرة وسألت ناس كتيرة حوالي وكده من طبقات مختلفة اكتشفت إن كل واحد برضو عرف الفترة الصعبة دي يطلع بحاجات مختلفة ما كانش متوقع إن هو يطلع منها فحسيت إن أنا قادر أعمل موضوع يعني حسيته وأنا بعرفش أكتب حاجة جدا إيجابية وأنا حسيسها فحسيت إن الفترة دي كذا حد كان مر بتجرب كتيرة مختلفة فحبيت أنا أنقشها بموضوع درامي أتمنى يعني يكون نجحت فيه حلو وعجبني بس إن أنت خدت زاوي لأن أي حد هيتخيل على إنه حجر إيجابي ليه علاقة بفترة كورونا يبقى متخيل ده يعني بس أنت بتتكلم على الجزء الإيجابي منه فدي كانت زاوية كويسة جدا السؤال التاني مش ليك الحقيقة لأستاذ محمد رياض عشان أنت قلت قبل كده إنه والله هو اللي قال لي عايز يعمل الدور شاهدت من الأول كده مش قول عرضت على بابا وقعت تقنع لا لا لم يجرؤ بجد والله لا ما عدرش بس أول إيه بتاع ليه تبقى أولي بنازل تصوير وبصور بصور إيه بتاع قال الفيلم آه ده كان بدأ تصوير كان بدأوا يعني بيحضروا خلاصوا داخلي لا بل صوروا مثلا يومين ثلاثة كده وهم كان مش عافين هجيبوا مين وبتاع ده هو البطل الدور الرئيسي لسه مش عارف طبعا فقال لي ما تقرأ فقاريته بصراحة عجبني لقيت في حاجة يعني وأنا بحب قوي حكاية التجربة الشبابية دي يعني ببقى سعيد بيها بيبقوا لعندهم فكر تاني عندهم روح تانية عندهم طاقة عندهم أحلام فبحب أخش أنا في الحتة دي كده عشان أشوف الجديد بس يا سيد محمد لو كانت عرض عليك الفيلم بكل أمانة مش عمر اللي كد عمر مالوش دعه بالفيلم ده كنت هتحب برضه تاخد نفس الخطة لو لقيته والله حلو ممكن أشتغل لكن طبعا وجوده عمر أكيد على طبعا درجات على السقف على درجات مقلقتش أنا أصلا كنت خايف أسأله في الأول يعني عارف معايد شغله وظروفه وكده فما فكرتش أقول بس لما أرى الورق قال لي أنا حاسس أن الدور ده أنا أحبب أعمله يعني حاسس أنه حاجة مختلفة وحاسس أنه أعرف يعني أكون مبسوط وأنا بشتغل طبعا كنت طير من الفرحة طير من الفرحة بس لما عادت بقى تحسبها اتطمنت ولا قلقت ده مابا اللي هيعمل فيه كنت مسئولية طبعا كنت مسئولية كبيرة جدا بس الحقيقة أنا ورضو كنت واصل في الناس اللي شغالها معايا اللي معايا المقرج صاحبي علي الشربيني احنا الاثنين من كلية إعلام ومحضرين فيلم مع بعض فترة كبيرة وعارف دراسته وشغله معاهم تدير تصوير شاطر جدا اسمه خالد خان قدر برضو يطلع لنا صورة أفضل ما عنده واضح لأنه أستاذ محمد قريب تصطيحات كتير كان يشيد بيهم يعني الحقيقة كانوا كلهم كرو مكتهد وكلهم كانوا في نفس الهدف فأنا برضو مش شغال لوحدي يعني حتى لو أنا الواحد عهلا طبيعة بن قدم بيكون الآن شوية من أول تجربه أو كده بس بيبعايز فرقة معاه تقدر تطلع بالموضوع فيعني كانت بسؤولية كبيرة بس الحمد لله هو كان مبسوط يعني الحمد لله والنتيجة شفتها إزاي لا يعني أفضل مما توقعت فعلا بصراحة أنا عاجبني في حاجة أن هم جرأة يعني أنا أنتاج تصلي فأنا عارف يعني إيه أنتاج يعني إيه تعمل فيلم هم عملوا فيلم من مصرفهم إنت متخيل لما يكونوا معاهم يعني فلوس كده إرشين وطبع أي يعني فلوس صغيرة جدا ينزلوا يصوروا يصوروا يوم يصوروا يوم يعني وعدوا سنة يصوروا في الفيلم سنة وتأفيل الفيلم صعب جدا خد سنة برضو يعني سنتين يعني عشان يقاب في الفيلم ده مسألة صعبة لأنت بتكتبه من نقطة كورونا آه أنا بكتبه من الفترة اللي أنا عايشها من الفترة اللي أنا عايشها بكتبتها لأن إحنا طبعا الفيلم مترجة الأساسي لنا إحنا عايزين نبعاته مهرجانات وعاوزين لو فيه منصة كويسة أنها تاخده يبقى حاجة عظيمة جدا فده كان هدف صعب فلازم تديه وقته كتير جدا من تحضيرات قبل الشغل وبعد الشغل وبعد الشغل أكيد فيعني حاولنا على قد ما نقدر ما شاء الله طيب أستاذ محمد بعين الفنان وليست عين الأب تقييمك لتجربة عمر في التمثيل والتأليف لو هتنصحوا يكمل في واحدة فيهم لأن أنا كنت بسأله في الفصل قال أنا أنا أكمل في الاتنين وده مش مستحيل لأن الاتنين في نفس المنطقة أنا في التأليف لأيت الشخصيات مرسومة كويس عندها تطور عمل في حاجة جديدة يعني صعبة ما عايز حد محترف قوي إنك تعمل ثلاث خطوط بتلاث مستوات اجتماعية الرابط بينهم إيه فعمل رابط بينهم الدكتور اللي أنا كنت بعمله الدكتور ده نفسه عنده حالة عنده خط درام عنده حالة نفسية كمان فإزاي يربط كل ده فأنا يعني لا عجبني جدا فجئت فعلا بالبقاء آه يعني وكل مستوى اجتماعي ليه أسلوبه للحوار بتاعه يعني الحوار بتاع السي كلاس غير الإي كلاس غير الفلائته يعني عامل حاجة دي حلوة يعني ما شاء الله فأنا عجبني جدا بصراحة بيعين الفنان مش عين الأب بيعين الأب لا والله بعين الفنان جدا أصد ده مهم ليه لأن كمان عمر ما شاء الله واضح أنه هو ما تقررش أنا عايز أدخل مجال التأليف وأكتب فيلم أو أكتب مسلسل لا يعني فيما قرأت أنه هو اجتهد عشان يوصل للمرحلة دي وأخد ورش واتدرب ودرس وبتاع فإن النتيجة تبقى بالشكل ده يعني رحلة الاجتهاءات دي ما شاء الله طبعا كبدايا حاجة حلوة جدا يعني كبدايا لكن لو أنت عايز تسألني يعني أنا حبه في الاتنين برضو برضو يعني أنا بحبه كمموسل هو عنده حاجة في التمثيل يمكن عمزة عمزة كارف الدياتي وهو ما هو في الكتابة كمان للأسف 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 هتاخده برضو لا بس لأسف لإحنا محتاجين يعني دايما تسمع الحديات الموجودة في المشكلة في الورق أحب جدا كتابه وإحنا عندنا أزمة كتابة يعني لو ربنا وفقه في الكتابة كمان هيبقى شيء عظيم يعني إن شاء الله إيه البروجيكت اللي جاي المشروع اللي جاي اللي بدأتش تشتغل عليه سواء على مستوى الكتابة أو في مجال التمثيل في مجال التمثيل حاليا نلوتي إحنا مسلسل سجل إسود وفرج أستاذ جميل مغازي وبتولة الفنان خالد سليم كنا مفهود نعرض في رمضان بس المسلسل يتأجل وشغالين الفترة دي إن شاء الله يتعالد قريبا بإذن الله يا رب إن شاء الله وفي مجال التأليف اللي أنا عرفت أنت هو أول أطفاء حجر إيجابي بس أنت كاتب حاجات تانية آه كاتب حاجات تانية بقالي كتير وبقى اشتغل على مشروع دلوقتي عن موضوع عن التنمر لأنني حاس إن هي قضية ما تنقشتش كتير وعملها برضو من منظور مختلف شوية فلسه شغال عليها أنا أتمنى تطلع بشكل كويس لا أحنا شكلنا بصدد لا لا هو بيعني الموضوعات موضوعات تقيلة يعني مش بس مجرد يعني بياخد موضوعات تقيلة ما عرفش ليه لا بس حلم حلم إن هو بيفكر في قضايا عايز يناقشها ولما جيه فكر في كورونا فالي هي أول ما بتيجي في دماغنا بتيجي الهم والحجر أنا عجبني إن هو خدها من الناحية الإيجابية يعني دي اللي عجبتني لأنه أنا قلت هيقول فيها إيه يعني كانت مسألة صعبة بين نسباننا كلنا لكن هو خدها بشكل إيجابي لا إشاب حاجة فيها يعني هاي ما شاء الله ربنا وفقك يعني دي إشادة وأنا عارفه أستاذ محمد أعلى قدم بقلب القلب القب موجود بس منخوفه عليك وعمره ما هيجاملك ده كده كده فهيقول لك الحلو حلو والوحش وحش وكمل هنا أو ما تكملش هنا فبيقول لك كمل في الاتنين فتوكل على الله إن شاء الله شرفتين ونوضتين يا عمر وقالف مبروك على الفيلم وبإذن الله نشوفه كده في مهرجانات قريب ويحقق جوايس كمان بإذن الله أستاذ محمد كل التوفيق في المهرجان إن شاء الله بإذن الله يكسر الدنيا وحفل الفتح يبقى عظيم يا رب يا رب إن شاء الله شرفتين ونوضتين شكرا جزيلا شكرا جزيلا واشكرا مشاهدين على طيب المتابعة ونلتقي الأسبوع القادم على ألف خير دمتم في أمان الله